كانت إن المطرب مش مجرد بيطلع يقول كلام وطني علشان خاطر نسقف له لأ ده بجد إحساس نابع من جواه بالصدفة يعني هم قاعدين بيلحنوا هي ومحمد حمزة وباليك حمدي بيتدرب على أغنية عالي فبيتكلموا بالصدفة عن اللي بيحصل في البلد والأحداث وخصوصاً إن احنا كنا خارجين من ناكسة 67 وبعدين بدأت حرب الاستنزاف وحصل بعض الضربات الموجعة للعدو في حرب الاستنزاف فشدية بتتكلم عن الموضوع ده مع بليغ ومع محمد حمزة وخرجت منها بعفوية كلمة يا حبيبتي يا مصر محمد حمزة سمع الكلمة دي ورح واخد بعضه قاعد على جنب وقاعد كتب الكلمات ورح مفاجئ بيها شدية وبليغ حمدي سمعوها بليغ طبعاً انبهر وشدية انبهرت وقالت له لازم أغنيها بليغ فوراً قاعد لحن الأغنية تاني يوم كانوا بيسجلوا أغنية يا حبيبتي يا مصر في استيديوهات الإزاعة